خرج العشرات من العائلات بحيسيد الصحبي بابن صاف بولاية عين تيموشنت للمبيت في العراء هروبا من انهيار العمارات التي يسكنونها بعد الهلع الذي أصابهم جراء تصدعات الكبيرة والانهيارات الجزئية في الطابق السفلي لإحدى العمارات السكان رفقت أطفالهم طالبوا بتدخل السلطات المحلية وترحيلهم إلى سكنات أخرى خوفا من الموت تحت الرد مراسلة كريم أبو نورين اشتركوا في القناة حسنا الخوف والرعب وهربناه حتى نديروه الولادنا قد وعدهم امتحانات كيفاش نديروه امتحانات كيفاش نديروه احنا يهد الامتحان وكيفاش نديروه الولادنا على ما يديروشنا الحل في الوساع لازمنا نطلبوا من السلطات هذه المحلية لازم يسيبوه الناحل في 24 ساعة سيبو دائرة بنصاف كما كنت نقول بالنسبة ل هذا العمارة متكونة من 16 ساكن جراء التشققات والجهز جدران شوفنا بالليناك خطر كان قرار تعسيد الولي أننا قوموا بترحيل السكنات إذن هذا من قدوان شاء الله من امتدام من يوم الغد استلموا المفاتيح عن تاهم وأيضا البلوك الزوج لي باقي نشوفوا أيضا هيئة المراقبة تقنية CTC إذا كان فيها أيضا خطر هي أيضا راح تكون في إجراءات الترحيل تاهم شكرا